لم يعد الصمت على ما أقدمت عليه مشهورة التواصل الاجتماعي ممكناً بعد أن كشفت بلسانها حقائق صادمة وتفاصيل مثيرة عما فعلته على التيك توك في الأيام الماضية بشكل فاجأ الجميع وأثار عاصفة من الجدل والانتقادات الواسعة لما أقدمت عليه خصوصاً أن ما حدث لم يكن يخطر أبداً على بال أحد فما القصة؟ أفعال مرفوضة وكلمات مثيرة وتصرفات غير لائقة يقوم بها الكثير من الأشخاص في العالم العربي على منصة التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك من أجل الحصول على المتابعين والشهرة كثيراً ما يقوم هؤلاء بتحديات ومنافسات تخرج عن سياق الأدب واللياقة وتنحدر بأصحابها إلى قاع من التجاوزات لا لشيء إلا لكسب الأموال التي تدرها فيديوهات البث المباشر على المنصة الشهيرة التي أصبحت من الأكثر انتشاراً على مستوى العالم لكن كما أن لهذه المنصة جناء يرتكبون أموراً تصل إلى حد التجاوزات القانونية فإن لها أيضاً ضحايا كثر يقعون في فخ عمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة أموالهم وربما يكون أيضاً عرضة للابتزاز بسبب تلك الفيديوهات والمنصات واحدة من ضحايا هذه المنصات هي مشهورة وسائل التواصل الاجتماعي السعودية منار القحطاني التي أثارت جدلاً واسعاً في الساعات الماضية عندما كشفت عن الأموال التي تنفقها لدعم تلك الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي وصرحت منار القحطاني قائلتان فقدت ما بين مليون إلى مليون ونصف المليون ريال كدعم للأشخاص الذين يبثون عبر الإنترنت وتابعت خلال برنامج هذا مكانك كنت أدخل جروبات الأصدقاء وأشوف مين عنده يستاهل فأدعمه واختتمت دفعت ما يقرب من المليون ونصف المليون كنت أغلق البث الواحد وفي رصيدي عشرة ألاف دولار كنت أسحب تسعة آلاف والباقي لهم وبسبب تلك الكلمات تعرضت منار القحطاني لانتقادات واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وطالبوا بضرورة تدخل السلطات لإيجاد حل لتلك المشكلة المتفاقمة حيث أشار البعض إلى أنه كان من الأفضل لها أن تنفق هذه الأموال الكبيرة على المحتاجين والفقراء بدلا من دعم البث المباشر خصوصا وأن أغلب من يقوم بهذه الأمور يكونون من المحتالين أو اللصوص في حين طالب آخرون السلطات بالتدخل وضبط الفوضى التي تحدث على الواقع الافتراضي خصوصا على منصة تيك توك التي تضع آلاف الأشخاص عرضتان لانتهاكات يقوم بها أشخاص مجهولون في حين طالب آخرون بحظر منصة تيك توك في المملكة لما لها من تأثير سلبي على الشباب السعودي وهذا ما أثبتته الأيام بالفعل مع تحول المنصة إلى وسيلة لتحقيق الشهرة والربح المالي بأية طريقة في حين أكد آخرون أن القحطان قالت كلامها هذا كنوع من الدعاية لنفسها خصوصا وأنها حققت وضاعفت شهرتها من منصات التواصل الاجتماعي التي تنتقدها الآن فهل تتوقع أن تتدخل السلطات لمنع ظواهر الاحتيال على تيك توك أم أن هذه مسؤولية الأشخاص في حماية أنفسهم من سلبيات المنصات الاجتماعية